يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي أون تايم سبورت في كل مكان حلقة جديدة من ملعب أون بعد نهاية السوبر الأفريقي نهاية الأهلي والزمالك واللي انتهى بفوز الزمالك برقلات الجزائر الترجحية ومن مبارح توقف كده قدام بعض المشاهد من هذا اللقاء وتتدبر في هذه المشاهد أولها أنه يكون ضرب من الجنون أنك تستهين وتستخف بنادي كبير بحجم الزمالك ويمكن زي ما قال لعبة الزمالك وعلى رأسهم قائد الزمالك محمود عبد الرزق شكبالة أن كل الكلام اللي تقال من تقليل الزمالك أو استخفاف أو استهانة بالزمالك كان هو أكبر الدافع للعبة الزمالك أن هما يكونوا عندهم مبارح الحرص الأكبر والدافع الأكبر أن هما يوصلوا للقب السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي بالأمس في اللقاء اللي انتهى برقلات الجزائر الترجحية لمصلحة نادي الزمالك عشان كده يجب على كل من يتصدر المشهد الإعلامي من لعيبة سابقين ساق ينتموا للأهلي ينتموا للزمالك في بعض الأحيان بتغازلهم الكاميرات ويغازلهم الترند أن هما ممكن يكونوا عايزين يقولوا بعض الكلام اللي يلاقي شكل من أشكال المديح الوهمي المديح الغير إيجابي هو مديح عامل زي الصراب كده سرعان ما تلاشى من كلام ممكن يجيب يعني بعض اللايكات ويجيب بعض الاستحسان الوقتي لكنه لا يرتقي إلى مرحلة من مرحل الاحترام يعني ما بيخليش الشخص ده عنده كده وما كان فيها إليها احترام وثقل في قلوب وعقول الجماهير بمختلف انتماءتها بيتعاملوا معاه زي أكنوا شكل من أشكال كده إيه الحاجات الوقتية اللي بتفرحهم وتبسطهم ويتمتحهم ويرموها في أقرب أنا آسف يعني في أقرب زبالة لكن إن هما ياخدوا كلامه بمأخذ الجد ومأخذ الاحترام ومأخذ التقدير إن ده كلام يتسمع وينصته إليه ويتدبروا فيه ويشوفوه ويعقلوه بعين التدبر والاحترام ما بيكونش كده تماما عشان كده إمبارح كنت في غاية السعادة والشرف والحب والاحترام بكلام كابتن محسن صالح اللي كان موجود معنا بحال اللقاء مع كابتن أحمد حسام ميدو إنه قد إيه هو رجل طبعا ده رجل كان عضو لجنة التخطيط في نادي الأهلي من أيام قليلة وواحد من أهم رموز وأساطير الكرة في نادي الأهلي لكنه يتكلم ويتحدث ومنتهى الاحترام منتهى الأدب منتهى يعني اختيار الكلمات والعناية واللياقة والكياسة في اختياره لكلماته ومفرداته فيجب على كل لعبتنا الكبار اللي ليهم يعني تاريخ في الملاعب إنهما يتطبروا وينطقوا يعني تصرفاتهم وينطقوا أفعالهم ومفرداتهم قبل ما يطلعوا يتكلموا لأنه زي ما كنت لسه بقول تبقى يعني عندك شكل من أشكال الجنون ويبقى الشيطان لعب بيك لما تقلل وتستخف وتستهين بنادي بحجم الزمالك نادي عنده من التاريخ ومن الشعبية ومن الجماهيرية ومن البطولات ومن الإرث الكروي اللي بالتأكيد بالتأكيد يقدر يتغلب على أي ظروف مهما كانت صعبة واللي بيعيشه الزمالك خلال الفترة اللي فاتت انت لما تيبص على الزمالك وتشد سطر كده وتتعامل مع الزمالك أو تشوف الزمالك ومشواره وشكله وخلال العشرين سنة اللي فاتت من مشاكل لأضايا عدم استقرار إداري وعدم استقرار مدي لمشاكل وكوارث انتهت بالشكل اللي في دلوقتي نادي الزمالك واستلموا المجلس الحالي من كوارث مادية وإدارية وتركة محملة بالديون وبالرغم من ده الزمالك قادر ان ينافس على المستوى المحلي وعلى المستوى القري يبقى يجب ان تعلم جيدا من هو نادي الزمالك وما هي نادي الزمالك وجمهاريته وشعبيته قبل ان تتحدث وعندما تتحدث عن الزمالك يجب ان تتحدث بمنتهى الاحترام والتقدير دي جزئية